موسيقى أعزائي طلبة وطالبات الصف السلس الإعدادي أهلا بيكم مع حلقة جديدة من حلقات مادة الماثيماتيكس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم البرانش اللي هنشتغل فيه النهاردة إن شاء الله هو الستاتيستيكس وستاتيستيكس كنا قلنا قبل كده إنه هو من العلوم المهمة جداً اللي بتفيدنا في تبريدكت مثلاً مجموعة حاجات إحنا مثلاً موجودة في الماركتينج بتاعنا أو في حاجة مثلاً إكسبرمنت أنا محتاج أن أعمل ريسيرش عنها بالظبط إيه عايز أعرف إيه الأوتكامز أو الحاجات اللي هتخرج منها كل ده تبع مادة الاستاتيستيكس أو علم الاستاتيستيكس هنتكلم عن موضوع مهم جداً من موضوعات الستاتيستيكس اللي هو البروبابيليتي البروبابيليتي بالعربي اللي هو الاحتمال أو عموماً كل الناس بتستخدم كلمة احتمال دي حتى في حياتنا اليومية طيب تعالوا في الأول كده نفتكر شوية حاجات كنا درسناها قبل كده في الصفوف الإعدادية في الأول إعدادي وتاني إعدادي مثلاً الأول لازم نعرف يعني إيه أو الديفنيشن بتاع كلمة زي إكسبرمنت يعني إيه إكسبرمنت؟ الإكسبرمنت اللي هي التجربة أنت بتعمل تجربة معينة التجربة دي لازم يكون لها ريزالتس ده الإكسبرمنت إن جنر فيه فنومنة معينة أو فنومنون معينة محتاج أن أنت تدرسها الإكسبرمنت هي اللي بتدرس الفنومنة دا بيطلع ريزالتس من الإكسبرمنت طيب فيه بقى سبيشل كيس من الإكسبرمنت في حاجة بيسموها راندم إكسبرمنت الديفنيشن بتاع الراندم إكسبرمنت باي بوك هي عبارة عن إكسبرمنت الأوت كامز اللي هتخرج كلها من الإكسبرمنت دي أنا عارفها لكن ما أقدرشي أحدد أنه أوت كامز هو اللي هيحزن بمعنى إيه؟ مثلا لو أنت عندك كوين وهتعمله تصل لما تعمل تصل للكوين كل الناس عارفين أنه لما الكوين يلاند على التابل أو على الأرض بيبقى حاجة من اتنين يا إما هد يا إما تيل لكن أنت ما تقدرش تحدد لما أنت هتعمل الإكسبرمنت دلوقتي هيلاند على الهد ولا على التيل يبقى ده يعتبر راندم إكسبرمنت طيب لو أنت عندك داي الداي ده أنت لو عملتله رولنج نزل على الأرض أو على الديسك أنت عامل حسابك أن الأرقام اللي هتطلع اللي هي الأبر فيس بتاع الداي يا إما وان يا إما تو ثري فور فايف أو سكس لكن مش ممكن تقدر تحدد أن أنت لما تدو الإكسبرمنت دهيت إيه اللي هيظهر بالضبط في الأوت كومز يبقى الإكسبرمنت أنت بتعمل ستاديينج لفينومنا أو فينومنون الراندم إكسبرمنت هي إكسبرمنت بس أنت مش قادر تحدد إيه هي الأوت كومز اللي هتحصل بالضبط لكن عارف كل الاحتمالات الممكنة اللي ممكن تظهر طيب نفتكر حقا كمان كانوا بيسموها السامبل سبيس إيه هو السامبل سبيس؟ السامبل سبيس هو كل الحاجات اللي ممكن تظهر من الإكسبرمنت اللي أنت هتعملها يعني مثلا زي الكوين لما تعمله توسنج يبقى قدامك يا إما هيد يا إما تيل يبقى الهيد والتيل دول السامبل سبيس بتاعة توسنج كوين طيب في حاجة بقى اسمها الإيفنت أجان نقول تاني موضوع الكوين عملت توس للكوين طلع هيد أو طلع تيل الهيد والتيل مع بعض بيسموهم السامبل سبيس لكن كل واحد فيهم بيسموه إيفنت يبقى الإيفنت هو عبارة عن إيه؟ حاجة من الأوتكمز اللي هي حاجة من السامبل سبيس ولما يبقى نقول حاجة من السامبل سبيس أو حاجة من ست يعني معناها أن إحنا إيه عبارة عن سب ست من السامبل سبيس إحنا ممكن نقول إن الإيفنت هو سب ست من السامبل سبيس طيب وممكن تاخد كل الإيفنت دي توس يعني إيه؟ يعني one with two, one with three, one with four and so on occurrence of event يعني أي حاجة هتحصل من الإيفنت اللي أنا هعمله description يعتبر حدوث الفعل بمعنى إيه؟ لو أنا قلت لك even number من الأرقام اللي ظهرت على الدي لما تعمل rolling للدي الإيفن نومبر لهم إيه؟ two, four, six الtwo والfour والsix دول يعتبروا two subset من السامبل سبيس وكل واحد فيهم يعتبر إيفنت من الإيفن يبقى الأكيرنس أوف إيفنت أي واحد فيهم يحصل يعني سواءً الثو ظهرت أو الفور ظهرت أو السيكس ظهرت ده معناه أن الإيفنت اللي هو الإيفن أكور occurrence أوف إيفنت يعني الحاجة هتحصل ومش شرط تكون التو نفسه مش شرط الفور مش شرط السيكس أهم حاجة يبقى واحدة من الإيفن نومبرز طيب إيه يبقى الـ probability بتاعت الأكيرنس أوف إيفنت؟ اللي تاخد الأعداد الأعداد يعني إيه؟ يعني مثلاً حرمي داي الـ داي ده قلنا السامبل سبيس بتاعته من 1 إلى 6 طيب إيه هي الـ probability إنه يظهر إيفنت يكون odd طيب إيه هي الـ odd numbers اللي ممكن تظهر من الـ داي 1 و 3 و 5 عندي كم نمبر دول؟ أو عندي كم عدد؟ ثلاثة يبقى عندي ثلاثة outcomes من التوتل اللي هو الـ 6 يبقى الـ probability بتاعت الأعد 3 over 6 يبقى هي هو probability of occurrence of event بتاخد الـ number of elements of event على كل الإلمنت اللي موجودة في السامبل سبيس يعني N of A over N of S الـ S اللي هو السامبل سبيس والـ A اللي هو الإيفنت نفسه طيب تعالك كده معايا بصي بيقولك إيه؟ In the experiment of rolling affair die once خلي بالك إنت ممكن الـ die تعمله rolling twice أو thrice هو هنا بيقول إن هو هيرمي الـ die ده مرة واحدة بس الـ die اللي هو ظهر الطاولة يعني and observing the number appears on the upper face بعد ما هي لاند على الـ disk أو على الـ table أو على الأرض هتبص على الفيس اللي فوق if S is the sample space of the experiment هي دي experiment؟ أيوة experiment ده مش experiment وبس دي random experiment طب أنا عرفت منين؟ ما احنا اتفقنا من شوية لو الـ experiment إنت هتدو something حاجة دي عملناها إن إحنا عملنا rolling للـ die sample بمفروض إن هي تبقى random أيوة random ليه؟ لأن أنا عمل حسابي الأرقام اللي هتظهر من 1 ل6 وتكون integer طبعا يبقى 1 2 3 4 5 6 لكن ايه اللي هيظهر بالظبط أنا مش قادر حد طيب الـ experiment and A is event of getting an even number طيب الـ even number اللي هم كام؟ 2 4 و 6 هو فيه أكثر بس أنا ما عنديش غير دول بس طيب sample space بتاعي بقى كام؟ كل sample space بتاعي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 عددهم كام؟ 6 طيب الـ even number اللي هم مين؟ أو even numbers اللي هم مين؟ 2 و 4 و 6 يبقى number of elements بتاعت الـ event A 3 يبقى probability بتاعت الـ even number هي بعبارة عن إيه؟ n of A over n of S يعني 3 over 6 والمفروض تعمل simplify يطلع 1 over 2 طيب في مجموعة من النوتس أنا حابب أن أنا أوضحها على الـ board هتفيدنا جداً وإحنا بنشتغل في الأسئلة بتاعي يلا بينا؟ يلا بينا مجموعة من النوتس مهمة جداً هتفيدنا وإحنا بنشتغل في الأسئلة الـ probability زي ما احتفقنا إنه هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن fraction الـ numerator بتاعه هو number of outcomes بتاعت الـ event اللي هيحدده لك في السؤال و الـ denominator هو كل الـ outcomes اللي موجودة في الـ sample space طيب دلوقتي أكيد الـ fraction ده المنمم بتاعه هيبقى 0 لو ما فيش أصلاً موجود حاجة من الـ event اللي هو بيتكلم عليها يا إما يكون الـ numerator زي الـ sample space بالظبط وفي الحالة دي الـ numerator هيبقى زي الـ denominator يعني هيبقى 1 يبقى أكيد الـ minimum value للـ probability هي 0 والـ maximum value بتاعت الـ probability is 1 طيب لما يبقى الـ probability بتاعت الـ event 0 ده بيسموه impossible event يعني حاجة مش ممكن تحصل يعني مثلاً بوكس في مجموعة من البولز الـ colors بتاعتهم كلها مثلاً red و white إيه هي الـ probability إن أنا أمدي إيدي أطلع واحدة من البولز دي وتطلع green طيب أنا ما عنديش green يبقى كده الـ event ده impossible والـ probability بتاعته 0 ولازم تفرق بين event impossible والـ probability 0 طيب الحاجة اللي لازم أكيد 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 هتحصل بيسموها الشور event وفي الحالة دي الـ probability بتاعتها بتبقى equal 1 يبقى أنا دلوقتي لما يكون عندي الـ probability الـ minimum value بتاعته 0 والـ maximum value بتاعته 1 يبقى كده through من 0 إلى 1 في مجموعة من الأرقام أو مجموعة من الـ fractions كل part أو كل مثلاً interval معينة بيبقى لها إسم زي ما قولنا قبل كده لو كان الـ probability 0 بتبقى impossible event وبيدوياً أنا ممكن أكتب الـ probability في صورة percentage كل اللي أنا بعمله باخد الـ fraction اللي بيطلع من الـ probability numerator و denominator واعملهم times 100 يتحول الـ percentage على طول يبقى لو كان 0 اللي هو 0% بيسموه impossible وفي الحالة دي بيسموه impossible event طيب لو الـ fraction أو الـ probability زادت شوية لحد ما توصل للربع الربع اللي هو 1 over 4 أو 1 quarter لو حولناها الـ percentage تبقى 25% ده بيسموه less likely يعني إيه less likely؟ يعني هيقل من النص طيب هنفترض إنه هو طلع قد النص بالظبط يعني half أو 50% بيسموه equally likely as unlikely يعني إيه likely equally likely as unlikely؟ يعني في النص بالظبط طيب ممكن يبقى أكبر من النص شوية 3 quarters اللي هو الثلاثة أرباع زي ما بيقولوا أو بالـ percentage يبقى 75% ده بيسموه more likely جميل طب والـ sure اللي هو الـ one اللي هو الـ numerator فيه ببقيك والـ denominator اللي هو الـ 100% ده بيسموه sure event طيب عايزين بقى نعمل مجموعة من الـ operations على الـ events أول حاجة intersection of two events هتلاقي نفسك بترجع للـ properties أو الـ properties بتاعة الـ sets اللي قدرستها في الصف الأول الإعداد زي الـ intersection ده السامبل space اللي هو كان في الـ sets اسمه universal set طيب إيه اللي جواه؟ set اسمها إيه؟ وست كمان اسمها بيه؟ لما تحب تجيب الـ intersection تلاقيها الـ common part اللي هو الجزء اليالو اللي قدامك ده طيب بتتقال in words إزاي؟ occurrence of A and B and B A and B يعني الـ A والـ B في نفس الوقت الـ probability بتاعته بتبقى عبارة عن إيه؟ الـ part ده على السامبل space code طيب زي ما فيه intersection فيه Union بس قبل الـ intersection والـ Union فيه نوع من أنواع الـ sets اللي بيسموهم أو الـ events اللي بيسموهم mutually exclusive events الميوتوالي exclusive events اللي هما الـ two sets اللي الـ intersection بتاعهم phi يعني ما فيش بينهم أي حاجة common خاص يبقى الـ A والـ B عشان هما disjoint sets أو disjoint events يبقى بيسموهم mutually exclusive events وفي الحالة دي الـ intersection بيبقى phi والـ probability بتاعتهم بـ equal 0 يبقى الميوتوالي exclusive events ده الـ probability بتاعته 0 والـ intersection بتاع الميوتوالي exclusive events equal phi طيب شوف الـ Union أي الـ Union أخذناها في الـ sets قبل كده لو عندي set اسمها A وست اسمها B سواء حصل بينهم intersection أو ما حصلش الـ Union هو الـ Part اللي including الـ A والـ B مع بعض بيسموه A Union B طب بتتقال in words ازاي؟ بتقال event A or event B يعني red or yellow white or black الـ probability برضو بتاعها بعبارها عن ايه؟ جزء اللي shaded over sample space كلها بكده يبقى احنا عملنا مجموعة من الـ properties نرجع بقى نشوف الأسئلة بتاعتنا عاملة ازاي؟ في example بيقول ايه؟ experiment of rolling a fair die by the way كلمة fair die دي لازم هتلاقيها موجودة كتير ومعنى كلمة fair ان احتمال ان هو يلاند على اي face كلهم زي بعض بيسموها equally light اللي هو بقى لان في بعض الـ die بيبقى فيها مشكلة ان هو بيعمله مثلا part من الـ واحدة من الـ faces بتبقى اتقل شوية عشان لما ترول تلاند على الـ part التقيل انما احنا كل شغلنا بيبقى fair die بيقول لك experiment of rolling a fair die once and observing the number appears on the upper face if A is the event of getting an even number B getting a prime number و C prime odd عاوز يستخدم الـ ven diagram عشان يحل مجموعة الاسئلة دي طيب في الاول احنا لازم نحدد الكلام اللي هو قال الـ event A اللي هو simple space الاول من 1-6 طيب الـ event A كان قال ان هما مجموعة الارقام الـ even يعني 2-4-6 طيب الـ event B كان عبارة عن الارقام الـ prime يبقى 2-3-5 طيب الـ event C كان قال الـ prime بس يكونوا odd يبقى انا هـ execute 2 يبقى انا هاخد 3-5 بس يبقى ده الـ event C طيب عايزين بقى نعمل لهم representing على event diagram طيب الـ set C 3-5 تمام طيب نبدأ نشوف بقى الحاجات اللي هت complete لحد ما الفيجر يخلص طيب الـ set B عبارة عن A 3-5 وزاد عليها 2 يعني معنى كده ان الـ C subset في الـ B طيب الـ set A ازروفها بقى 2 و 4 و 6 طيب الـ 2 دي common بينها وبين الـ B طيب يبقى ده الـ part الـ common اللي هي اللي فيه 2 وبعد كده 4 و 6 في الـ A الوحدة طيب فين الـ sample space sample space لازم تكون including كل الارقام من 1-6 طيب نعمل تشك كده على الحاجات اللي موجودة فيه 2 و 3 وفيه 4 وفيه 5 وفيه 6 يبقى مفيش ناقص غير الـ 1 الـ 1 يبقى بره خالص بدأيه عن الـ A والـ B والـ C طيب هو كان قيل A عايز probability of occurrence of 2 events A and B together طيب A and B لسألنا من شوية يعني A يعني intersection يعني عايز يعمل probability بتاعت الـ A intersection B لازم تفرق بين الـ A intersection B والـ probability بتاعت الـ A intersection B طيب A intersection B مين؟ 2 2 only يعني رقم واحد بس يبقى لما نيجي نجيب الـ probability بتاعتها هتبقى عبارة عن 1 over كل السامبل space اللي هو 6 وهي الجزء الـ Shaded اللي احنا عملنا دلوقتي طيب الـ Part الثاني السؤال الثاني عايز الـ probability of occurrence of 2 events B and C together يعني A B and C together يعني B intersection C طيب تبص كده تلاقي ان الـ B والـ C الـ intersection بتاعهم في 3 و 5 3 و 5 دا كم element 2 elements يبقى الـ intersection كـ events 3 و 5 لكن كـ probability 2 over 6 لما نعمل simplifying لـ 2 over 6 تطلع 1 over 3 طيب السؤال الثالث كان عاوز A عايز probability of occurrence of 2 events A or B كنا قلنا A or B يعني A union B يبقى لما نعمل A union B كـ events هتاخد كل الـ elements اللي موجودة في الـ A وكل الـ elements اللي موجودة في الـ B without repeating يعني هتلاقي نفسك بتكتب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 لو جينا عدنا دول عند يوم 5 5 over number of sample space اللي هو 6 يبقى أنت كده عملت الـ probability بتاعة A union B وده الجزء الشيدي دي اللي احنا قدامك اللي واتي على الـ A على الـ screen بتاعتك طيب نشوف بقى operation على الـ events ده من أهم الـ operations اللي موجودة على الـ events اللي هو الـ union of two events ويكون بينهم part common بيقولك الـ probability بتاعة A union B هو عبارة عن الـ probability بتاعة A plus probability بتاعة الـ B minus probability بتاع الـ intersection طيب اش معنى الـ intersection قالك ما هو لما انت بتعمل including A و B بتلاقي أن الـ part اللي في النص انت عملته repeating مرة A يبقى لازم نشيل منه مرة يبقى الـ probability بتاعة A union B هو عبارة عن الـ A plus B ونشيل المرة الزيادة اللي هي الـ intersection طيب في حالة الـ mutually exclusive events هتلاقي ان الـ intersection قردي مش موجود It means that ان الـ probability بتاعة A union B هيبقى عبارة عن الـ A plus B بس طيب وفين الـ intersection ما هو بـ 0 يبقى سواء انت كتبته أو ما كتبتوش هو كفية عليّ A plus B طيب نشوف example بيقولك If A and B are two events from the sample space ومديلك الـ probability بتاعة A 0.3 هو ريحك هو اديلك الـ probability جاهزة والـ probability بتاعة الـ event B is 0.2 Find عايز مجموعة حاجات هنمشي مع واحدة واحدة فيهم ونشوف الـ given والمطلوب نقدر نتعامل معه ازاي عايز الـ probability بتاعة A union B طيب تمام probability بتاعة A union B معروفة جدا A plus B minus intersection ونشوف مين اللي موجود ومين اللي ناقص ونجيبه طيب لو كتبنا الـ rule هتلاقي ان A probability بتاعة A union B عبارة عن A plus B minus A intersection B اللي موجود مين؟ probability بتاعة A 0.3 والـ 0.2 اللي هي probability بتاعة B وهو مديلك given intersection 0.1 هنعمل بس شوية calculations تطلع 0.4 طيب الـ part الثاني عايز A union B if A and B are mutually exclusive بس قيلين mutually exclusive يبقى ده معناه ان الـ intersection بتاعهم بـ 0 طب هو مدهونيش طب هو مش محتاج ان هو يدهولك لان هم اصلا قريدي mutually exclusive يعني الـ intersection بـ 0 يلاقي A plus B minus الـ intersection اللي هو 0 يعني هتبقى 0.3 plus 0.2 minus 0 اللي هو هي بـ equal 0.5 طيب الـ part اللي فاضل اللي هو A عايز probability بتاعة الـ intersection B والمرة دي بيديلك الـ union طيب برضو انا ما عنديش الـ rule دي اللي هي A union B equal A plus B minus الـ intersection اللي موجود يتكتب واللي ناقص نـ solve equation هتلاقي المطلوب جيه طيب الـ union موجود عندي يوم يديوني 0.3 والـ A بـ 0.3 والـ B بـ 0.2 لكني ما عنديش الـ intersection يبقى minus probability of A intersection B كل اللي نعملو هنسويتش الـ negative probability of A intersection B هنوديها the opposite side the opposite sign والـ 0.3 هنوديها opposite side with opposite sign يعني هتبقى كده الـ A intersection B عبارة عن 0.3 plus 0.2 minus 0.3 اللي هو هيبقى equal 0.2 ناخد example كده choose بقول لك the probability of the impossible event impossible event خلي باله impossible event ده مش موجود يبقى الـ probability بتاعته بكم؟ تمام؟ بزيرو طيب عايز الـ if A and B are two mutually exclusive events take care mutually exclusive في عندي معلومتين الـ intersection phi والـ probability بتاع الـ intersection 0 هو المرة دي عاوز بيكلم عن الـ intersection بتاع الـ A والـ B ولا probability لا الـ probability يبقى الـ probability بتاع الـ intersection بتاعهم لازم يبقى equal 0 طيب example كمان multiple choice بقول لك if A and B are two mutually exclusive events يبقى الـ A union B is طيب الـ A union B هيبقى عبارة عن A هيبقى الـ probability بتاعت الـ A plus probability بتاعت الـ B minus probability بتاعت الـ intersection طيب ما الـ intersection هيبقى 0 لأنه هم mutually exclusive events ده معناه ان هيبقى A plus B كمان سؤال multiple choice سريع جدا ومهم بقول لك if A and B are two events in sample space for random experiment والـ A subset في الـ B خلي بالك ايه subset في الـ B يعني A صغيرة ايه هي اللي جوه الـ B لو هنعمل intersection يديني الصغير اللي هو الـ A ولو هنعمل union هيديني الكبير اللي هو الـ B طب واقا بيقول لي ايه الـ probability بتاعت الـ A intersection B الاول A intersection B اللي هو الصغير يعني ايه يبقى كأنه بالزبط هيبقى الـ probability بتاعت الـ A بكده نبقى احنا وصلنا النهاردة لنهاية حلقتنا كلمنا فيها عن الـ statistics وجزء كبير من الـ probability وعرفنا الـ rule بتاعته والـ properties كمان خدنا مجموعة من الـ examples ارجو ان انتو تكونوا استفدتوا بيها Thank you See you Bye